يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة شجنة شجنأي لها صلة بالله تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب يا رب يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك كل العقوبات ممكن تؤجل إلا عقوبتين وهي البغي وعقوق الوالدين مش ممكن عاق الوالدين رح يعاقف في الحياة الدنيا ما في هو جوز ما يكتشف يقول لك لا ما هو سببه هيك سببه رح يظل غافل رح يكون مرمي على الفراش رح يصير هزيل رح يندعس رح ينفرم هو إيش بقول لا لا ما لهاش خاص لا 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 وفي مبررات أنا عاق والدين بالعكس أنا أحسن ناس مع والدي والياذب الله فبالتالي انظر الرحم كم من شخص أعطيت درسة مرة عن صلة الرحم فقام لي شخص عمره واحد وستين سنة كما عرف بنفسه قال يا شيخ أنا وصلت إلى السن الواحد والستين تريد مني أن أزور ابن أخي اللي عمره عشرين وهو لا يزورني قلت نعم هذا يجب عليك فليس مبررا لك أنك وصلت الستين ألا تزور هذا ابن العشرين لأنك تقصد وجه الله إن كنت صادقا فيما تقول فإذا تنبهوا أحبائي في الله إلى هذا وإلا عقبت به قطيعة الرحم ترجمة نانسي قنقر